الراديو 9090 هواها مصري خماسي في الشارع كده فاتخلقنا مع بعض لا دي بتاعتي لا دي بتاعتي خلاص عام عيد الكور عيده بقى البتاع بالظامر عاوز ارجع للموضوع ابراهيم من البداية من ساعة قرار الادارة بستيان هو انت اخترت ستيان على بناء على ايه يعني هل هو مثلا رجل بطولات فهيعرف ينقذ الموسم ويجيب لك الدوري ويجيب لك اوروبا لا السيفي بتاعه ما هواش الراجل اللي هو الكواليفايد هو صاحب فلسفة قريبة من فلسفة برشلونة وهيلعب برشلونة بنفس الطريقة بتاعتها هو ده اللي تقال لا ما هو بص حتة ان هو هيلعب برشلونة بالطريقة بتاعتها دي انت لو جبت مين لو جبت يعني ما كنت هتخليه اسمه في مصر لو جبت اي مدرب هيمسك برشلونة زي ما بنقول كده هو مجبر انه يلعب برشلونة بالطريقة بتاعت برشلونة زي ما بقول لو الغزال موجود وهو اللي بيمرن برشلونة تفرق رضا عبد العاق تفرق بقى شغل بقى عال يا عم الله خليه هتخلي كابتن رضا يزعل مننا اي حد يا ابراهيم هيمسك برشلونة هو مجبر ان هو يلعب بالاسلوب بتاع برشلونة يعني مستحيل تلاقي واحد هيروح يفرد شخصيته على على شخصيت فرقة اتبنت على مدار السنين وفي مدرسة كورة اسمعها لماسية او مؤسسة كورة كبيرة جدا بتطلع وبتربي اجيال على الاسلوب ده فما ينفعش تروح تغير الفكر بتاعهم فانا من وجهة نظري انت بناء على ايه اخدت قرار تعيين سيتيان على اساس انقاذ الموسم لا انا شايف ان مش ده المدير الفني اللي يقدر ينقذ موسم طيب انت ضحيت بالموسم ده على اساس ان انت بتبني لمواسم جاية طب ازاي بتضحي بموسم انت ماشي فيه راس براس محليا مع ريال مدريد ولسه عندك فرص كبيرة جدا في اوروبا ان انت تكسب البطولة فانا من الاساس رغم انت هتزعل مني وكل عشاء برشلونة هزعلوا مني بتغيير فالفيردي بس ايه ايه تفسيره انت عارف مثلا لو بتمشي فالفيردي وبتجيب جوارديولا اقولك ماشي هنا اقف وقولك لأ عندك حق لكن انت بتمشي فالفيردي وبتجيب واحد اسما اقل من فالفيردي يبقى ايه اللي انت بتعمله